أجزائي أهلاً وسهلاً بكم وهذه الحلقة الرابعة من برنامج الأصل والمآل في فهم معنى الروح النفس الجسد من أجل أن نضع لها نظرية القرن 21 في العلاج والشفاء والتداول نقول وبالله التوفير نحن وصلنا بعد أن فهمنا كل المقدمات الحلقات الثلاثة الآن نصل إلى الأصل خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام وأزد له الملائكة ونفخ فيهم الروحي طيب أين كان الجسد لآدم عليه السلام وأين النفس وأين الروح أنا في الحلقات ذكرنا أنه الإنسان جنين تتولد النفس مع بناء الخلايا في الجسد فالنفس والجسد قبل أن تأتي الروح طيب آدم هل حدث هذا الشيء له أيضاً آدم لم تنفخ فيه الروح خلقه مخلوق حيواني جعله يعني النفس القابلي الحيواني فقالت الملائكة هنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويصفك الدماء هنا ليس استفهام استنكاري كما يظن البعض في أصحاب اللغة العربية يفهمون معنى أه للإستنكارة أو الاستفهام الاستنكاري حقيقة لا هنا أنا أراها كما في سورة الأعراض بقول موسى عليه السلام لله أتهلكنا بما فعل السفهاء منا المفسرون هنا قالوا أي هذه ليست استفهام استنكاري حاشا لموسى وحاشا لله سبحانه وتعالى ولكن دعاء أي لا تهلكنا يا رب بما فعل السفهاء منا فلما لا نقيس أنه عندما قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها فهنا كأنه تقول يا ربي لا تجعله يفسد فيها ويصفك الدماء وتوسلت ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أي بحق دعائنا وتقديسنا وعبادتنا لك يا رب لا تجعله كذلك هنا بعد أن نفخ الله سبحانه فإذا نفخت فيهم الروح فقعوا له ساجدين أعطى الله سبحانه وتعالى لآدم هذه الروح والملائكة تدعو وما زالت تشك أنه حتى بعد هذه الروح هل سيستطيع هذا الإنسان الحيواني أنه يتمكن من أن لا يسفك الدماء ولا يفسد في الأرض كان هذا ما زالت تدعو وكانت تشك في ذلك فقال الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها يعني هنانا التعليم الآدم جاء إيش؟ أنه تفعيل البرمجة الروحية أي الروح أعطاه تفعيل للبرنامج فلما وجدت الملائكة أنه عند مثل هذه القابلية وجدت أنه أيضا لا زال له قدرة على الإفساد وإسفك الدماء لأنه لا زال مخيرا حيوانيا فلذلك أصرت على أنه نحن نسبع لا يفسد في الأرض فقال أني أعطي فرصة فقال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ماذا أعطاه الله سبحانه وتعالى فيه؟ ليس جنة الخلد طبعا اختلفوا فيها العلماء أنه كوكب آخر غير كوكب الأرض وغير جنة الخلد لذلك إبليس ممكن أن يدخل فيها هذه وخلق من نفسه زوجا له يا الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة أي هنانا آدم عليه السلام وجسده نفس واحدة خرق منها زوجها أي حواء من تلك جزء خلية واحدة أخذ الله سبحانه وتعالى من آدم وخلق منه حواء وجعلها كروماصومات XX وآدم XY ممكن هذه ليست على الله بعزيز سهلة جدا فالمهم أنه ونفخة الروح جاءت أيضا لحواء كما لآدم فإذا كلاهما مخير القصد أنه منح هذه الصفات أنه ممكن أن يعيش في هذا الكوكب إلى الموت ويدخلان الجنة جنة الخلد إلى الأبد فقط إن التزم بالتعليم تعليم واحد فقط طلبا من أدهم إنه لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين فقط ومنحهم النفس القوية نفس جبارة الروح مليئة بالطاقة والقوة الهائلة فتحولت النفس إلى غطاء كامل للجسدي آدم وحواء فأصبح غير مرئيين لأنه النفس غير مرئية كما اتفقنا في الحلقات السابقة فغطت هذه النفس بشكل هائل على الجسد فتغطت عوراتهما فهما لا يحتاجان إلى لباس لباس مادي لباس آدم وحواء في الجنة كان طاقة النفس الهائلة والقوة النفسية الهائلة الموجودة التي منح الله لهما في كوكب الجنة هذه أيضا معلومة لم يذكرها السابقا أنا ذكرتها في قناتي في فيديوهات السابقة الآن أصبح آدم وحواء يعيشان ويجتنبان هذه النبات يأكلان رغدا حيث شئتما وحياتهما مهما طالت لا يحتاجان إلى صلاة ولا يحتاجان إلى يعني كل عبادات فقط التمتع في الحياة حتى يأتيهما الموت ويدخلان جنة الخلد هذا أبدا ليس أكثر من ذلك فجاء إبليس لا يستطيع أن يراهما وبقي مدة يبحث عنهما حتى وجد لهما الظل فعلمه أن هذا هو آدم وحواء وأصبح يلاحقهما ويوسوس لهما من بعيد فأصبح صبورا إبليس اللعين تصور إبليس يصبح صابور ويتقرب ثم ويضحكهم ويستهزئ ويضحكهم وسأزئ بنفسه أيضا وحتى يعني نسيا أن هذا عدو لكما فلا يخرج جنك ومن الجنة فتشقى نسيا فنسيا آدم وهذه مشكلة آدم أنه النسيان بعد فترة من التعويض على الحياة والرغد في ذلك الكوكب نسي العدو ثم أخذ هذا العدو يقوده في كل مكان إنما يذهب تعالوا إلى المكان الفلاني سأقوم لكم بتقديم عرض فني راقي تتمتعا فيه لا تنسيانه ويذهب آدم وحواء مساكين ووجدوا إبليس يقوم بتمثيلية جديدة في ذلك المكان وعلم أن هذه الشجرة ممنوعة ولا تقربوا هذه الشجرة فأراد أنه فأزل لهم الشيطان عما كان فيه كيف أزل لهم؟ أي مهد لهم بالكلام والأفكار حتى تزل عقلية الثبات على طاعة الله سبحانه وتعالى فزل أهدم وبدأ يستمع إليه وبدأ يناقشه ما منعكم ربكم إلا تكون ملكين أو تكون من الخالف فالمهم إغراء يعني الشيطان بعد أن كسب ثقة آدم وحواء لمدة الله أعلم مئة السنين عشرات السنين آلاف السنين هنا الزمن لا نستطيع أن نحدده علميا ولا حتى فلسفيا ولكن إبليس أخذ وقته ودعا لهم يأكلان فلما أكل منها بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهم من ورق الجنة ما هي السوء هنا؟ الأكل من تلك الشجرة أفقدهما القدرة الخارقة على توليد هذه طاقة النفس التي تحمي الجسد التي كانت جسدانها غير مرئيان وبهذا أصبح عاريين لأنه الطاقة قد ضمرت وضعفت بسبب الأكل من تلك الشجرة وكأنه نتيجة أكل من تلك الشجرة وذهاب هذه القوة الهائلة أصبح آدم وحواء غير مؤهلين لأن يبقيا ولكن الفرصة التي أعطاها له إكراما للملائكة قد خسرها آدم فتاب الله عليه في كوكب الجنة ثم أهبطه إلى الأرض ليبدأ خليفة الآن تبدأ خلافته أي يخلف بعضه بعضا في هذه الأرض من أجل عمارتها فهذا هو القصة الأساسية قصة النفس والهالة والطاقة التي كانت عند آدم ولذلك سأركز على كلمة الهالة هنا أنه هي النفس الهالة هي النفس هذا هو السبب الذي جعل آدم يخرج من ذلك الكوكب المنعم فيه والذي لا فيه صلاة ولا عبادة طيب عندما هبط آدم إلى الأرض احتاج الآن إلى الصلاة والعبادة ليش؟ لماذا؟ كيف ولماذا؟ انتظرونا إن شاء الله في الحلقة القادمة نواصل معكم هذه المعلومة حتى نفهم أهمية الروح النفس الجسد استودعكم الله وإلى لكم